السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله دلوقتي احنا بنعرف ان احنا لازم نختبر صرف التكييف بالمية علشان يبين معايا لو في معايا جوانات مصربة ادمن ان العميل شغله تمام بدون تسريبات الشركة المصنعة عن مادة البولوبروبليين طبعا بيجي يعتمد البولوبروبليين ما بيعتمدش الصرف ما بيختبرهوش طبعا انا بقول لي سيادتك لازم الصناعي يختبر صرف التكييف وصرف التصريف في الشقة كلها او في الفيلا بحيث انك تضمن السباكة بنسبة مية في المية وطبعا بنحط الخرطوم شوية ونشيله عشان يطلع يدي تنفس للمصورة تطلع فقاقيع الهوى من المصورة وتبقى مكبوسة مية بنسبة مية في المية ولو صربت هتبان ولو المية قلت برضو هتبان لازم عشان تعمل شغل بما يرضي الله لازم تعمل المنظومة دي عشان تضمن ان شغلك كله كويس والمية ما بتكدبش حد المية سبتة طول ما انت شغلك كويس استمحا طبعا بنشيل خرطوم شوية عشان ادي ان المية تنزل وارجو ان شاء الله باذن الله ينقول اعجابكم وان شاء الله باذن لنصيحة لاي حد بيعمل صرف تكيف ارجوك اجبس المواسير بجوان مية واتطمن ان الشغل بتاعك كويس عشان تضمن للعميل راحة وامان في المكان ما تنسوناش بدعوة صالحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته